لا يكاد يوفيق من أزمة حتى تتبعها أخرى هذا هو حال العراق في زمن سياسي الصدفة والمرهونين لأوامر أسيادهم في الخارج ما أن انقضى فصل الشتاء الذي لم يرى فيه العراقيون تغييراً في حالهم المعيشي أو الأمني وما شهده من فيضانات وكوارث حتى أطلت برأسها أزمة الجفاف وشح المياه مع بدايات فصل الصيف في البلاد بالتزامن مع أزمة الحرائق المفتعلة مسؤولون وبرلمانيون حذروا من أزمة جفاف متوقعة في نهري دجل والفرات خلال شهر حزيران تهدد محافظات جنوب البلاد تحديداً وخاصة البصر باعتبارها من المحافظات التي تعاني من نقص المياه الصالحة للشرب والزراعة عضو مجلس النواب جمال المحمداوي حذر من جفاف الأهوار وانخفاض مناسيب المياه في البصرة مؤكداً أن على وزارة الموارد المائية إغلاق السدود الإصطناعية لتفادي خروج المياه من الأهوار إلى الخليج العربي وعدم الاستفادة منها خلال موسم الجفاف ورغم إعلان دول في جوار العراق بأنها ستباشر بالاستفادة من سدودها على نهر دجلة وقيام دول أخرى بتجفيف روافد كثيرة للنهر إلا أن الحكومة لم تقم بأي إجراءات جدية على الأرض وما يزيد من ترد الحال ما أفادت به وزارة الموارد المائية بأنه على الرغم من أن السيولة الأخيرة ساعدت في رفع مخزون المياه حتى وصلت نسبة الغمر فيها إلى أكثر من 70% إلا أن مشكلة المياه الصالحة لشرب والري والزراعة ما زالت معقدة ولم تتمكن الوزارة من معالجتها لافتة إلى أن الأسابيع المقبلة ستشهد خفاضاً بمناسب نهر دجلة لسيما بعد رفض إيران إعادة فتح روافد النهر بعد أن غيرت مسارها في وقت سابق ومع كل تلك الأزمات التي تعصف بالبلاد والتي لن يكون آخرها حرق المزرعات في موسم حصادها أو الجفاف تبقى الحكومة كحال سابقاتها لا تجلب خيراً ولا تدفع شراً عن مواطن